من الجزائر ينضم إلينا الخبيرة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سيد نبيل كحلوش سيد نبيل أهلا وسهلا بك معنا هذا الشكل من التعاون أو هذا التطور في نمط التعاون العسكري بين روسيا والجزائر والمتمثل في التصريحات التي أبداها المسؤول الجزائري والمسؤول الروسي خلال لقائهما في موسكو يعني ما هي أوجه هذا التعاون وما الذي نتوقع في قادم الأيام بخصوص ذلك ممتاز على كل حال بداية من التعاون العسكري في حد ذاته نجد بأن الجزائر كانت لأول مرة تشارك في مناورات عسكرية داخل روسيا في أستيا الشمالية بالإضافة أيضا إلى مشاركة الروس في مناورات عسكرية وكذلك تدريبات مشتركة هنا في الجزائر مع الجيش الجزائري وعليه فأوجه التعاون في هذه الحالة لا تتعلق فقط باستيراد الأسلحة كما كان بشكل تقليدي قديما وإنما أيضا في أنماط التكوين أنماط كذلك التعاون العسكري على مستوى الميدان فيما يخص استيراد الأسلحة فبالطبع من أهم الأسلحة الروسية التي تصدرها نحو إفريقيا هناك الهليكوبتيرات أو المجونقات والمجوقالات الناقلة للجند هناك الهليكوبتيرات كذلك الهجومية هناك السواريخ المضادة للسفن السواريخ المضادة للدبابات والمدرعات وكذلك الدبابات في حد ذاتها وعليه فأرى بأن مثل هذه الأصناف من الأسلحات تحتاجها الدول وتعكس مفهومية عسكرية بالنسبة لهذه الدول التي هي المفهومية الدفاعية يعني سواريخ مثلا أرض جولة هجومية غلبها دفاعية السواريخ المضادة للسفن كذلك الحاملة الجند وغيرها هذا من حيث السياق الثاني أي سياق الاستيراد وهناك سياق آخر هام جدا هو في سياق ثالث في شهر جوان قامت الجزائر بتوسيع شاركتها الاستراتيجية مع روسيا وسميت بالاستراتيجية المعمقة بعد عشرين سنة من إبرام الاستراتيجية الأولى أو شاركة الاستراتيجية الأولى في شهر جوان اليوم في أوت واحد أوت نجد بأن الزيارة كانت سريعة جدا من طرف قائد الأركان الجزائري إلى نظيره الروسي ما الذي يدل عليه ذلك؟ أولا يدل على بداية تفعيل بنود هذه الاتفاقية بمعنى أن الجزائر تريد الخروج من عقلية الاستيراد فقط مثلا في التسعينات كانت روسيا تدين للجزائر بخمسة مليار دولار تقريبا قامت بمسح هذه الديون للجزائر مقابل استثمارات أخرى بعد ذلك شيئا فشيئا تطورت التعاملات العسكرية وتطورت حتى الأسلحة النوعية بالنسبة للجزائر أصبحت تحوز على أسلحة روسية نوعية جدا لا تصدرها روسيا إلى كل دول العالم إلا لبعض شركائها كالصين والهند الجزائر حازت على مثل هذه الأسلحة في قارة إفريقيا لتكون قد حازت على قصة بالسبق كما يقال إذن فيما يخص تفعيل بنود هذه الاتفاقية هناك التوطين التكنولوجي لا أشتري منك الأسلحة فقط ولكن لابد أن أحوز على التكنولوجيا التي تؤهل إلى تصنيعها محليا ثم كذلك الصيانة على سبيل المثال هناك غواصات جزائرية اشترتها من روسيا سابقا وهي متطورة جدا لابد إذن أن نصير للصيانة مزايا مهمة بالنسبة للجانب الجزائري ولكن ماذا عن الجانب الروسي؟ ما الذي سيستفيده الروس من تعزيز القدرات القتالية للجيش الجزائري؟ ما المقابل؟ سؤال ممتاز جدا هنا ننتقل من التحليل الجيستراتيجيا والعسكري إلى التحليل الجيو بوليتيكي جيو بوليتيكيا ما الذي تستفيده روسيا من الجزائر؟ هنا لابد أن أطرح نقطة أولى بالنسبة لروسيا راح نتكلم كمثلا جيوبوليتيكي روسي كيف بإمكانه أن يفكر يرى للجزائر على أنها دولة خلف خطوط الناتو يعني عدنا قارة أوروبا هناك الناتو ثم عدنا البحر الأبيض المتوسط ثم توجد الجزائر كأكبر دولة في إفريقيا في هذه الحالة يعني أنه بالنسبة للاستراتيجي الروسي يرى للجزائر على أنها خلف خطوط الناتو بمعنى أنها قد تكون خط للإمداد خط للدعم اللوجيستيكي في حال حدوث أمر غير منتظر هذه النقطة الأولى أيضا بالنسبة لروسيا روسيا هي دولة أوراسية ولابد أن يكون لها شريك استراتيجي كبير في المحيط أو الفضاء عفوا الفضاء المتوسطي في مثل هذا الفضاء المغاربي لابد أن يكون هناك شريك لروسيا من هو الشريك الأكثر وثوقا من هو الشريك الأكثر قربا لا أقول من الإديولوجيا الروسية لأن هناك اختلافات حتى إذا دققنا في جدالية العلاقة الجزائرية الروسية سنجد بعض الأمور التي اختلف فيها ولكن من هو الشريك الأكثر قدرة على التجاوب مع الطرف الروسي وإحداث توازن أيضا مع الطرف الأوروبي هي الجزائر لأنه ببساطة هذا هو المقابل الذي سوف تحوزه روسيا أي أن يكون لها شريك موثوق في الفضاء المتوسطي أولا أثنين أن يكون قريبا من مذيق جبل طارق وهو مذيق هام بالنسبة لهذا الحوض المتوسطي ثالثا أن تكون لروسيا إطلالة على المياه الدافئة كما يقال في الأدبية السياسية التقليدية هذه الإطلالة لا تكون كما كان يبحث عنها الروس في السابق ولكن بشكل حديث إطلالة عن طريق الشراكات الاقتصادية إطلالة عن طريق الشراكات السياسية إطلالة عن طريق التعاون العسكري واللوجيستيكي وغيره ولهذا نجد أن الكثير من السفن والبارجات الحربية الروسية تأتي إلى الموانئ الجزائرية لكي ترسو فيها سواء للتدريب أو كذلك للدعم اللوجيستيكي فكل هذه الأمور تحوزها روسيا في فكرها الاستراتيجي إضافة إلى نقطة همة جدا الجزائر تسعى لكي تنضم إلى البريكس صحيح إذا انضمت إلى البريكس بالنسبة لروسيا يعني أنها سوف تحوز على أول دولة متوسطية تنضم إلى البريكس وأكثر دولة قربا من ناحية الجغرافية إلى أوروبا إذن فكل هذه المزايا الجغرافية وكذلك حتى الجيو بوليتيكية قد أخذتها روسيا بعان الاعتبار بالإضافة أيضا إلى جدلية أخرى لا تتعلق بالجانب المتوسطي بل بالساحل نجد بأن روسيا تتنافس مع الجانب الأطلسي في إقليم الساحل وإفريقيا هذا الإقليم الساحلي مباشر مع الجزائر أي له احتكاك مباشر حدودي مثل مالي والنيجر إذن فلابد لروسيا أن يكون لها الشريك استراتيجي في المنطقة حتى تحدث أكبر قدر من التوازن هذا الشريك يتمثله في الجزائر سواء بسبب قدرتها العسكرية أو الاقتصادية والبشرية تأكيد عواب المختلفة تتدخل في هذه العلاقة شكرا جزيلا لك من الجزائر الخبير في شؤون الأمنية والاستراتيجية سيد نبيل كحلوش ترجمة نانسي قنقر